بسم الله الرحمن الرحيم رحب بكم أعزائي الطالب في محاضرة جديدة معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم سوف نتحدث عن يونت 18 من كتاب النحو للمرحلة الأولى فبهذا اليونت رح نتحدث عن اليوستو وأول ما نبدي ناخذ القاعدة مالتها ونشوف النفي والسؤال وناخذ استخدامها إن شاء الله شوف القاعدة قدامك فاعل زائد يوستو زائد فعل مجرد زائد تكمله تجيك الجملة I play tennis a lot قال لك حولياها يوستو وجواب لك يوستو بين قاعدة سين تقل I used to play tennis الله تخلينا اليوستو حالة النفي فاعل did not use to يوز مو يوزد دي نحذفها من اليوز فعل مجرد تكمله مثال عليها I did not use to play tennis I did not use to play tennis لم أعتد على لعب التنس يعني معناها شيء أنا شنت أسويه بالماضي والآن ما أعمله فنلاحظ بحالة أنه في حذفنا D ركز لي على هاي الملاحظة أما نجي على حالة السؤال فهي فاعل في بداية الجملة subject فعفوا فعل مساعدة did وراها الفاعل اللي هو subject وراها اليوستو ومن ثم بعدها يكون عندي الفعل المجرد وآخر شيء من دي أيضا التكمله زين لو جئت على هذه السؤال قال لك نوكالا travel a lot قلت سويها السؤال يوستو أمشى على القاعدة did نزلتها الفاعل نزلت يوستو نزلت travel a lot يابا ليش غليتها di اليوست بدون di لأن احنا ذكرنا بأنه القاعدة تقول يوستو هذا هو تركيب الزمان قضية الأمر الذي كنتم فيه تستفتيا شوف هنا ما شي يقول لك يقول I used to do something اعتدت على فعل شيئا معنا قدام المعنى مالت يوضح لك المعنى يقول I did it often in the past شنت هواي أسوي بالماضي but not anymore ولكن الآن ما أفعل هذا الشيء وهذه أمثلة كلها توضح هذا الشيء I used to play it اعتدت على لعب التنس David used to spend a lot of money on clothes spend David هوية يصرف أموال على فلوسه بس هسه بطل ودائما من تجين جملة بها but معناها عكس يعني لا يعني معناها الجملة كانت يوستو اعتاد على بعدين لا تغيير طبعا اليوستو تستخدم للماضي مو للمضارع يقول I used to live in a small village اعتدت على الذهاب في قرية صغيرة فالآن يقول but ولكن الآن لا أنا عشت بمدينة يقول there used to طبعا الزير فاعل يعني عادي يصير فاعل you used to be four cinemas in the town اعتدنا على هناك أربعة cinemas now there is one بس هنا بس هسه بقت بس واحدة هنا محتي لك على حارة السوال وأنا ذكرته هنا منطيك على حارة النفي وأنا منطيك وياها فهذه هي الفكرة شوف you call I used to watch TV أنا أعتدت علىهم شهادة التلفاز وهنا قال لك I was watching TV خافي تجيب لك هذن جمل وقال لك سوي لمقارنة بينات الموضوع جدا بسيط تقل له I watch TV often in the past أنا شاهد التلفاز عادة في الماضي but I don't do this anymore ولكن لا أفعل هذا الشيء الآن طبعا بالامتحان الفكرة راح أجيب الجملة الأولى مثل ما هي أنا أزلها مثل ما هي مثلا قال لي I play football I used to play football أنت ش راح تقل له مني قل لك مقارنة أنت تقل لي I used to play football in the past but I don't do this anymore هاي بالنسبة إذا جاب لك واحدة ماضي إذن إذا قال لي مستمر ماضي مستمر شنون راح أقل له يقول I was watching راح أقل لي I was in the middle of watching أنا تنت في وسط المشاهدة التلفاز أيضا نفس الحالة مثلا قال لي playing football راح أقل لي I was in the middle of playing football in the middle of in the middle of بس من جرد يعني الأشياء طلابنا الأعزاء الأشياء اللي راح تستبدلونها وهي الجملة اللي هو ينطيكم إياها راح أقل لكم إياها بخط أصفر هذين اللي تحذفونهن تخلون ببدالهن الجملة اللي راح ينطيك إياها عدنا بيونت واحدة الستين بعدين راح ناخذ I am used to doing هذا غير يونت يعني هذا من علاقة به فنقطة F لا تقرونها نهائيا خلاص بتعدوا عنها وهي أصلاً مو مبضوع عنه ترجمة نانسي قنع